السلام عليكم ورحمة الله معكم عمباد وجدتكم فيديو جديد عن سولو ليفلينك في فيديو اليوم راح نشرح لكم الإيفنت الجديد اللي يجل عنا اللي هو هذا الإيفنت وشو لازم تعمل فيه وشو أفضل استراتيجية تشتغل عليها مشان تفوز أكبر عدد ممكن من الجوائز طبعا أول شي أعتقد هنا نعطينا 3-3-3 بس كل يوم انت إذا فتت على اللعبة راح تاخد واحدة من هاي اللي بتعطيك واحدة 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 اللي هي يعني معناها كل تاخد واحدة من هون لكل واحدة وزربت خمسة قيت راح تاخد مرة تانية نفس الشي سندوق تاني راح يكون فيه خمسة سوري راح يكون فيه واحدة سواني ليكوا السندوق يعني كل يوم انت فيك تاخد تنتين من كل نوع هل كل يوم راح يعطونا تنتين زائد تنتين راح يصير عنا أربعة كل يوم ولا بأول يوم بس عطينا تنتين زيادة بعدين راح يصير يعطونا كل يوم فقط تنتين من كل واحدة ببنا نشوف بالمستعبل أو بكر إن شاء الله اللي بنجي للشي الثاني اللي هو والشي الأهم اللي هو الشوب الشوب تبعه بصراحة جدا جدا حلو وفيه شغلات جدا رائعة إن شاء الله تقدروا تشتروها كل ياتا بس إذا ما قدوا تشتروها كل ياتا راح لكم شو أفضل شغلة تبلشوا فيها بعدين تروحوا للشي اللي موهم طبعا خمسمية نصيحة مني شتروها تبع الجماد تبع الجماد جدا غالية ميت جيم كتير غالية بقى نصيحة مني بس إشترو تبع الجولد هيك راح شريها وكل يوم فيك تشتريها بقى أي شغلة حلوة راح تكلفك 1500 1500 بقيت واحدة ممكن تدر طلعهم بقى مو خسارة هيشتريناهم على بقى شو نشتري بالجوائز اللي راح تطلع لنا من ناحية طبعي تبعي بصراحة هي جدا جميلة لأنه عندك فرصة يطلع لك كرون بنفس الجية أو رون زراء أو عشرين من هاي هاي أفضل شي بالنسبة لي منيجي بعدها بصراحة هدول الثلاثة لازم تشتروهم هدول الثلاثة لازم تشتروهم بعدين منيجي لهدول كمان وآخر شي هاي ليش هيعملك آخر شي هاي آخر شي لأنه انت راح تاخد عشرين واحدة فقط ضرب خمسة يعني راح تدفع خمسة ضرب عشرة خمسين ميتين راح تدفع ميتين لتأخد عشرين واحدة وهون راح تدفع ثلاثتين وإذا كان حظك سيء ممكن يطلع لك عشرين واحدة لكي يكبع لك هاي آخر واحدة خليها هنغرح تدفع كثير ميتين أما هدول جدا مفيدين نصيحة مني باشتروهم فيك شلد ما بدك معناها بتعفل تساوي اشتري هدول واشتري هاي واشتري هاي وهي 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 والباقي كله تصرفوا على هاي ما في لمنت مو نصيحة عشرين مو نصيحة بصراحة لأنه راح تصرف ميتين با هاي التأتيب تبعك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة والباقي باشتري في هدول ماذا بتحصل على هدول الكرنسي اللي فيك أنت عن طريقها تاخد الجوائز هاي وين موجودة كانت؟ بالرانكين؟ ما أعتقد بالرانكين أيوة ليكا إذا فزت راح تاخد خمسة إذا تعادلت راح تاخد ثلاثة وإذا خسرت راح تاخد واحدة ما بنحاول أتما نقدر ما نخسر فوز أو تعادل وإذا أول مرة قدرت أنت التوز خمس قيوم وربعة راح تاخد هدول الجماد خمسين بخمسين مئة وخمسين خمسين بخمسين مئة وعشة بربعين مئة وخمسين بدنا نجيب هلا خمس ونات والحلو أعتقد أول شيء أنا شفت كم فيديو أول شيء دايما بيمشوا واحد اثنين بعدين ثلاثة واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أعتقد بقى هلا راح نجربها هالطريقة بعدين راح نشرح لكم أفضل استراتيجية تمشي عليها أعتقد راح يعمل ملياسار اليمين لهو يا حجرة بقى هلا نحن بنحط ورقة أوكي راح نحط ورقة ونشوف أيوا هو بحط من الأكتر للأقل ربحنا خمسة هلا أعتقد راح يحط ورقة باب نحط مقص باب نحط مقص أيوا هلا ممكن يرجع مرة تانية للحجرة بقى راح نحط هلا إذا حطينا ورقة ممكن إذا حطوا مقص نخسر بس راح نجربها نحط ورقة حاليا ونشوف أيوا هلا راح يحط ورقة باب نحط لحنا مقص حتى لو حطوا مقص يصير العادل مخسارة هلا راح يحط مقص بعد بنحط حجرة وهكا ربحنا الخمسة وأخذنا المية وخمسين جيم هلا بعد بعد ما خلصناهم فيك تعمل شغلك يابا كل يوم انت تستنى كل يوم تستنى وتلعب مرة تانية مشان تعلي رانكك وضل تجيب ويننك ستريك عالي ممكن يعطوك شايفين 13 وين هذا ممكن يعطوك جيم مات وزا انت اقل واحد رح تاخد ميت جيم اذا اقل شي ميت جيم 150 ميتين حسب انتباه هلا هون اعتقد رح يروح حجرة او مقص اذا رحنا حجرة بنتعادل ساعته هدول تنتين نفس الشي هلا خينا نشوف اذا رح يمشي مليسار اليمين اذا قالنا مليسار اليمين معناها وشي رح يحط حجرة معناها رحنا رح نحط ورقة ايوه ممتاز الا هو رح يحط مقص ممكن باب نحط حجرة لعبة حط ورقة معناها بالترتيب هذا هو ماشي معناها المفروض يحط مقص هلا يا حجرة يا ماص نقول لح يحط حجرة معناها بنحط نحنا ورقة ماشي بالترتيب بالمرة هالمرة حجرة موسيقى 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 بحب ان افضل تلعب مرة تانية لماذا؟ إنه إذا لعبت مرتين ما عندها غير مقصين رح تخسر إذا لعب حجرين هو بقى هلأ بنستنى لبكرة لحتى يتعطون الباقيين ونظر نلعب 9 ونات حلوة اليوم 3 ونكستريك المفروض كده نجيب أكثر خيرنا نشوف هلا كاميرانك تبعنا ممكن نفسه أيوا هون 12 أغلبنا 9 ونات مو نصيحة تشتروا بجمات هذا هو الإفنت صار معنا 46 نفوت على الشوب يعني حاول أنت يا تفوز يا على أقل تعمل تعادل بس لا تقصر حتى لو بدك تجيب تعادل مو مشكلة نشتري هاي بس راح نشتري هاي ونفتحها أدامكم وشوف إذا بيطلعنا في أشي خيرنا نشوف راح يفتحوا فورا لا نعزب نفوت لهون على الشوب نستخدمها ونشوف شو راح يطلعنا بدنا هاي لو سمحتوا أي واحدة بدي من هدول بدي واحدة ما عندي اياها وتكون قوية من الملح لنا نقلل لون بدنا يشو بتعمل هذا يوا بدنا هاي أعطونا 20 ها ها هوا أعتقد انصار معي اللي أعمل واحدة من هاي كم دوب صار عندي واحدة بواحدة هذا هو الفيديو بالتوفيق للكم نصيحة من لا تشرب جيمات ممستهلة وبشوفكم على خير فيديوهات تانية مع السلامة